وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال للتوسع في إقامة المدارس المهنية وبتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية ونوها الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو في غيرها لإيجاد حلول المشكلات التي تحتاج إلى تطوير نحن مستعدين من خلال المدارس الفنية الموجودة وفي رجال أعمال عملت كده يعني في رجال أعمال عملت مدرسة وفي رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من العمالة يعني علمتهم في المدارس ذات واخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم اللي أنا عايز أقوله هنا أن إحنا مستعدين نتوسع في هذا الأمر ومنشجع رجال الأعمال على ده على أن إحنا النهاردة يساهموا معنا أنا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية أنا بتكلم يساهموا معنا في أنه هو مصار إعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية سوء العمل أنا بتكلم في النقطة دي ترجمة نانسي قنقر